موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم درستنا النهاردة عنوانه الملحق بجمع المذكر السالم للصف الأول الثانوي طيب ما هو جمع المذكر السالم في البداية جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة وونون أو ياء ونون على مفرده اسم بيدل على أكثر من اثنين وبذود له نهاية معينة اللي هي وونون أو ياء ونون على مفرده مثل ما نقول واثق فجمعه هنا إما واثقون أو واثقين عامل عاملون أو عاملين نلاحظ أننا كتبنا المفرد وذودناه النهاية يا إما وو نون يا إما هياء ونون طيب ما إعراب جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم كأي اسم له ثلاث حالات إعراب الرفع والنصب والجر فإعراب جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء مثل ما نقول اللاعبون متميزون هنا الجملة أمامنا جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر وكل منهما مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم إن المجتهدين ناجحون هنا عندي اثنين جمع في هذه العبارة المجتهدين وناجحون طيب إن زي ما إحنا فكرين وخدناها قبل كده إنها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر إذن فكلمة المجتهدين اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وناجحون خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم تعلمت من السابقين السابقين هي جمع المذكر السالم هنا وهي مسبوقة بحرف الجر من إذن فإعرابها اسم مجرور بمن وعلامة جرولياء لأنه جمع مذكر سالم كان لابد من هذه المقدمة لكي نصل إلى الهدف الأساسي من درسنا اليوم وهو الملحق بجمع المذكر السالم الملحق بجمع المذكر السالم عبارة عن ألفاظ معينة تشبه جمع المذكر السالم وتعرب إعرابه شكلها زي جمع المذكر السالم وإعرابها كمان نفس إعراب جمع المذكر السالم يعني بترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء ما هذه الألفاظ اللي أحفظها زي إسمي بالضبط؟ ألو وذو وأهلون وبنون وسنون وعالمون زائد ألفاظ العقود ألفاظ العقود اللي خدناها قبل كده في درس العدد اللي هي الأعداد من عشرين لتسعين عشرين، تلاتين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، تمانين، تسعين تسمى ألفاظ العقود هذه الكلمات أحفظها صم هي دي الكلمات دي بتسمى الملحق بجمع المذكر السالم ولماذا سميت ملحق بجمع المذكر السالم؟ لأنني مقدرش إن أنا أجب لها مفرد يعني لما أقولك مثلاً عشرين ما مفرد كلمة عشرين؟ ألو بمعنى أصحاب ما مفرد كلمة ألو وحتى لو لها مفرد فإنها هيكون مختلف وإحنا اتفقنا إن لازم في جمع المذكر السالم يدوب بس تأشيل النهاية هيطلع للمفرد على طول فأحفظ الكلمات دي هي الكلمات الملحق بجمع المذكر السالم ننظر إلى الأمثلة يتأمل ألو الألباب في الكون هنا الجملة فعلية يتأمل من الذي يتأمل ألو فألو هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولازم أقول السبب يا شبافي حضر عشرون طالباً الندوة عشرون هنا أيضاً فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كرمت المدرسة ذوي الدرجات العالية يعني أصحاب الدرجات العالية كرمت فعلي مين اللي كرمت المدرسة فاعل كرمت مين ذوي هتبقى ذوي هنا مفعول به منصوب بلي لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الحمد لله رب العالمين في الكلمة الملحقة بجمع المذكر السالم هنا كلمة العالمين هلقيها كلمة فيها ألف ولام وجاية بعد ناكرة أي اسم في ألف ولام بعد ناكرة ليس له إلا إعراب واحد إلا هو هيبقى مضاف إلي مجرور كلمة العاملين هنا ستكون مضاف إلي مجرور بليا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أخلي بلي من ملحوظة هامة جدا ماذا تقول هذه الملحوظة اللي أحفظها بردو كويس تحذف نون جمع المذكر السالم والملحق به في حالة الإضافة ننظر معا إلى هذا المثال والمثال يقول بنو مصر أصحاب حضارة زي ما احنا شايفين هنا إن بنو دي أصلها بنون كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم ولكن عندما جاءت نكرة وبعدها معرفة حذفت النون للإضافة بنو هنا إعربها اسم في أول الجملة هيبقى إعربها مبتدأ مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أخلي بالي من نقطة حذف النون للإضافة دي وحذف النون للإضافة بيشترك فيها المثنى وجمع المذكر السالم إذا كان نكرة وجاء بعدها معرفة فتحذف النون للإضافة كده يبقى درسنا خلص النهاردة أتمنى إن شاء الله أن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم والشرح يكون واضح وأشوفكم إن شاء الله في درس تاني قريب جدا باي باي أتمنى إن شاء الله في درس تاني قريب جدا أتمنى إن شاء الله في درس تاني قريب جدا